الخبر الأهم هذا الأسبوع هو الإعلان عن تقدم في المفاوضات الأمريكية مع الطالبان في العاصمة القطرية الدوحة كان من المفترض أن تكون هذه المفاوضات تمهد لمفاوضات أفغانية بين الدولة الأفغانية والطالبان ولكن تبين أنها عمليا مفاوضات بين الولايات المتحدة والطالبان حول انسحاب أميركي من أفغانستان المفاوضات يعني مقابل انسحاب أميركي الطالبان يعيدون بعدم إيواء منظمات إرهابية دولية مثل القاعدة وداعش وربما وقف إطلاق نار مع القوات الأمريكية خلال انسحاب عمليا هذا يعكس موقف الرئيس ترامب وربما يعكس موقف الرئيس أوباما سابقا إرادة أن ينسحب من الشرق الأوسط بشكل عام ومن أفغانستان حاول الرئيس أوباما لم يستطع والآن يحاول الرئيس ترامب فعلها في سوريا ويفعلها الآن في أفغانستان المتوقع قد يكون صعب يعني الانسحاب الأميركي عندما يحصل إما سريعا أو تدريجيا سيعني ينتج عن ضعف للدولة الأفغانية بشكل عام القوات غير الأمريكية من حلف ناتو وغيرها من المرجح أن تنسحب أيضا إذن سحبت كل القوات الأمريكية والطالبان يعني لا يعترفون بالدولة الأفغانية وقد ندخل في مرحلة صراع داخلي كبير في أفغانستان تراجع للدولة الأفغانية وربما أمواج من اللاجئين الأفغان إما للمنطقة أو لأوروبا العبء ربما سيكون على دول الإقليم منها باكستان السعودية إيران وأيضا روسيا والصين وأوروبا كلها تتأثر بالمستقبل في أفغانستان بينما الرئيس ترامب يقول قد تفشل أفغانستان ولكن الشعار أميركا أولا وطالما لا تأتي هجومات إرهابية من أفغانستان على أميركا يستطيع رئيس ترامب أن يقول أنا انسحبت واهتمامي هو بالصين والشؤون العالمية الكبرى إذن يعني انعطاف كبير بالأخص في منطقة شرق جنوب غرب آسيا وربما يعني مرحلة صعبة جديدة لدولة وبلد أفغانستان اشتركوا في القناة